أما في اليمن الغارق في حرب طاحنة تتفاق مظاهرة الاترابات النفسية فيما يشهد القطاع الصحي انهياراً بسبب الاقتتال المتواصل منذ ثماني سنوات الذي أدخل اليمنيين في أتون الاكتئاب ودفع آخرين للانتحار ويقول أطباء ومرشدون نفسيون أن اليمن الذي يبلغ عدد سكانه 30 مليون نسمة يشهد حالياً أزمة صحية نفسية بسبب غياب المتخصصين النفسيين والأدوية وكذلك الخشية من الوصمة الاجتماعية المرتبطة باللجوء إلى العلاج النفسي ولا يتجاوز عدد الأسرة المخصصة للصحة النفسية في اليمن 990 سريراً فيما تقدر وزارة الصحة عدد مستشفيات الصحة النفسية العامة والخاصة بسبعة أي بمعدل مستشفى لكل أربعة ملايين وربع المليون يمني تسببت الحرب بمقتل أكثر من 377 ألف شخص بشكل مباشر أو غير مباشر وفق تقرير الأمم المتحدة نهاية العام الماضي أي أنهم قضوا إما في القصف والقتال وإما نتيجة التداعيات غير المباشرة مثل الجوع والمرض ونقص مياه الشرب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر